موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم متعة الفشل اليوم أسميناها بالقناعات القناعات هي الصفاية التي تصفي تصوراتكم عن الحياة القناعات هي التي يمكن تهدم أو تبني حياتك وحياتك كيف يعني؟ أنا أعطيكم أمثل إيش المقصود بالقناعات القناعات هي الإذاعة السلبية لجواكم أنا ما أقدر الدراسة صعبة البلد ما فيها وظائف أنا موحق مشاريع أنا ما عندي فلوس أنا ما عندي حظ هذه كلها أمثل القناعات لذلك القناعات عندنا نوعين قناعات سالبة قناعات إيجابية القناعات السالبة هي التي ذكرتها لكم الآن وهو العذر اللي نقوله لأنفسنا عشان ما نتحرك في الحياة لذلك يقولون كان في قديما أختين هذول الأختين كل واحدة فيهم بلغت من العمر سبعين سنة وبعدين واحدة فيهم من الأختين نظرت إلى أختها وقالت لها إحنا صار عمرنا سبعين سنة قناعة تملكتها سلبية أنه بما أنه الواحد وصل عمره سبعين سنة خلاص انتهت الدنيا قالت لها صار عمرنا سبعين سنة يا أختي ياريت تشوفين ندار للمسنين فأختها النشيطة قالت لها ليش أنت بتشتكي من شيء قالت لها لا لكن بلغنا من العمر سبعين سنة قالت طيب إذا أنت ما تشتكي من شيء ليش قالت لها بس عمرنا فعرفت أنه وشكلت أختها في السن فقالت لها أنا أثبت لك أن الحياة ليس لها علاقة بالعمر وإنما بما تعتقدينه في داخل نفسك فبدت الأخت النشيطة تعمل شيء في منتهى الغرابة ذهبت وسجلت في جمعية تسلق الجبال وظلت تتسلق الجبال للخمستاشر سنة التالية من عمري يعني ظلت تتسلق الجبال للمسار عمرها 85 سنة وأختها مذهولة منها حبت تثبت لها بالدليل أنه ليست العبرة بالسن ولكن العبرة بما نعتقده في داخل نيا طبعا هذه كيف عرفنا قصتها قصتها عرفناها أيام الرئيس الأسبق الأمريكي الأب جورج بوش أيام أزمة الخليج اعطاها جائزة الشجاعة فقلنا منها قالوا هذه وحدة اسمها هلدا كروكس عملت اللي ما عملوا ناس في سنها عشان تثبت لأختها أنه ليست العبرة بالسن وإنما العبرة بما نعتقده في داخلنا لذلك قال الشاعر شاعر العرب والعمر في الستين والروح واقفة على العشرين بمعنى أنت وإنتي ماذا تظنون في أنفسكم هذه هي القناعة أني أقدر ألف، أقدر أكتب، أقدر أعمل مشروع، أقدر أطور من نفسي، أقدر أعمل شيء يستفيد منه الناس هذه هي القناعة ولذلك القناعات عندما تسيطر علينا السالبة تحطمنا طيب إيش في أمثلة لقناعات إيجابية أبدأ من اليوم أبني نفسي من خلالها؟ لما أبدأ أتكلم كلام إيجابي أقول مثلا على سبيل المثال ما في شيء مستحيل أحاول مثلا على سبيل المثال أنا أقدر مثلا على سبيل المثال الله عز وجل معي لن يخذلني أبدا هذه كلها قناعات إيجابية تجعل الإنسان يتحرك في الحياة بل بالعكس ويصل إلى أكثر منها طبعا من أغرب الأشياء التي مرت علي في موضوع القناعات حقيقة أيام ما كنا ندرس في أمريكا منذ سنوات طويلة حدثونا أن هناك طالب جاء متأخر لحصة الكالكولوس كالكولوس هذه حصة رياضيات فجاء متأخر هذا الطالب فجلس يعني كان متعب فنام فما سمع شيئا من الدكتور فاستيقظ هذا الطالب في نهاية المحاضرة فوجد مسألتين مكتوبتين على السبورة فكتبهم ظنا منه أنها واجب ثم ذهب إلى البيت يحاول يحل لهم ما استطاع جلس أسبوع كامل يحاول يحلف وحده فيهم استطاع يحل مسألة وحده في أربع صفحات وحده فقط فجاء كان الكلاس نفسه والحصة نفسه إسبوعية فلما جاء الدكتور وشرح درسه وهم بالانصراف لحقه هذا الطالب وقال له يا دكتور أنت عطيتنا الإسبوع الماضي واجب والله ما درست غيره فتعجب الدكتور وقال يا ابني أنا ما أعطيتكم أي واجبات قال يا دكتور أنت عطيتنا مسألتين أنا استطعت أن يحل مسألة وحدة فقط فأرجوك أعطيني عليها درجة فقال له الدكتور يبدو أنك متخيل أنا لم أعطي واجبا فتحت إلحاح الطالب أخذ هذا الدكتور الواجب ونظر إليه فأصيب بالدحشة تبين أن الدكتور في آخر ثلاث دقائق من المحاضرة التي مرت كان يعطي أمثلة للطلب على المسائل التي عجز العلم عن حلها سؤالي هو ما الذي جعل طالب في سنة ثانية جامعة يحل مسألة عجز العلم عن حلها طبعا فسرت لنا فيما بعد أن الطالب كان نايم فلم يسمع كلام الأستاذ وهو يحذر من صعوبة هذه المسألة إنما شغل عقله وبدأ يحل ويحل ويحل حتى وصل هذه حصلت في جامعة نيويورك ستيت يونيفورستي إلى يومكم هذا في قسم القبول والتسجيل يضعون المسألة ويضعون حلولها لنطالب في ثانية جامعة أدخلهم التاريخ طيب ما الذي سيحدث لك إذا استطعتم أن تكسروا القناعات السلبية وخصوصا مع أبناءكم بعض الناس يرى ابنه يذاكر يقول له ماذا تذاكر يقول أذاكر مادة الفيزي يقول أعوذ بالله هذه أصعب مادة كانت لدي أيام الدراسة فيصاب الطالب بنوع من الخوف الشديد أنت هنا وأنت هنا تزرعون في عقول أبنائكم قناعات سالبة لم تكن موجودة فإن جاءك ابنك وقال لك أنا لا أستطيع أن أقف في الإذاعة الصباحية فقول له بالعكس أنت لما يأت ضيوف أنت تصب لهم القهوة أنت تباشرهم أنت كذا فتزرعين فيه هذه الثقة الكبيرة هذا ما أريد كسروا القناعات السالبة في عقولكم وعقول أبنائكم بالعكس الحياة تطيب الحياة تصبح رائعة جدا الحياة تصبح جميلة إذا استطعنا فعلا أن نضع هذه القناعات السالبة وراءنا وكسرناها ولذلك اللي أريد منكم أنكم تمسكوا هذه القناعات وتشطبوها وتبدأوا تضعوا قناعات إيجابية بدلا منها أنا أقدر أنا هكون أنا سأصل الله كريم معي هذه القناعات ورددوها مرة ومرتين وخمسين ألف مرة سترون كيف الحياة يعني تتغير أمامكم وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى أتمنى أن تعيشوا بقناعات إيجابية بعيدا عن السلبية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة